هذه السائلة تقول هل المرأة ممنوعة من زيارة القبور كقبر أبيها أو زوجها عائشة رضي الله عنها و أرضاها أتت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا ذهبت إلى المقبرة فقال لها النبي عليه الصلاة و السلام هذا الحديث الذي يقوله الرجال و النساء هو أساسا حديث عائشة رضي الله عنها عندما سألت النبي عليه الصلاة و السلام فقال النبي عليه الصلاة و السلام قولي و هذا الخطاب موجه لمرأة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها و نحن الرجال و كذلك بالنسبة للنساء كلنا نقتدي بهذه الادعية التي وردت لمرأة قال لها قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين و المؤمنين أنتم السابقون و إن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا و لكم العافية هذا الحديث قصته زيارة امرأة للمقبرة و ليس قصته زيارة رجل و لكن هناك حديث آخر أن النبي عليه الصلاة و السلام لعن زوارات القبور هذه صيغة مبالغة أي أنها تكثر من هذه الزيارة و تتعطل المصالح و تكون من الزوارات لهذه المقابر ف بذلك لعن النبي عليه الصلاة و السلام أن تكون المرأة بهذه الصفة و بالنسبة لزيارة المقابر مرت بعدة أطوار في شريعتنا الإسلامية أولا كانت مباحة ثم نهى عنها النبي عليه الصلاة و السلام مطلقا رجالا و نساء ثم بعد ذلك أباحة بل أمر النبي عليه الصلاة و السلام بزيارته أمر و الأمر إذا كان قبله قبل الأمر منع يدل على الإباحة هذه قاعدة إذا قلت لشخص لا تخرج ثم بعد ذلك قلت له أخرج هنا الأمر ليس أمر وجوب أن يخرج و إنما أمر إباحة إن شاء خرج و إن شاء بقي هذه قاعدة عند العرب فالنبي عليه الصلاة و السلام كان قد نهى ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة إذا القصد من الزيارة للرجال و النساء أنها تذكرنا بالآخرة و أن هذه الحياة سوف نغادرها و أن هولا قد سبقونا إلى حياة البرزخ فعلينا أن نستعد لهذا اليوم و أن قيامة كل إنسان عند وفاته تتعب من هذه الزيارة و هذه الموعظة مطلوبة للرجل و المرأة إذن ما يتعلق بالزيارة جائزة و وردت عن أم المؤمن عائشة رضي الله عنها و الحديث فيها و لكن لا تكثر المرأة من الزيارة حتى لا تدخل في اللعن لعن الله زوارات القبور أي المكثرات من الزيارة و بحيث تزيد عن المعتاد في هذا الأمر فيجوز لك أن تذهبي من بابي الدعاء و العظة و أن الإنسان يكون أخذ بأمر النبي عليه الصلاة و السلام الذي هو يدل على كما ذكرنا الإباحة فذلك يعتبر من الأمور المشروعة